يقاس الاستقرار الأمني عادة بخلو البلاد من الجرائم وعمليات السطو المسلح وإرهاب السكان فعندما تكثر هذه الجرائم وتصبح حدثا يوميا يجعل المدنيين في خوف وحذر دائمين تصنف البلاد على أنها غير مستقرة أمنيا العراق الذي يتصدر مؤشرات عدام الأمن العالمية في كل عام يصفه رئيس الحكومة محمد السوداني بالمستقر أمنيا ويعد هذا الاستقرار المدع من إنجازات حكومته لكن الأخبار اليومية القادمة من المدن العراقية وبلا أخص من العاصمة بغداد تفند مزاعم السوداني وتؤكد أن الجريمة المنظمة آخذة بالتفاقم مصادر أمنية رصدت حدوث أكثر من ثلاثين عملية سطو وسرقة في منطقة المشتل بالعاصمة بغداد والتي تخضع لسيطرة الفرقة السابعة عشرة في الجيش الحكومي حيث قام المتورطون بارتكاب جرائمهم والفرار بعدها مرورا بسيطرات الجيش الحكومي الأمر الذي يشير إلى تواطئ القوات الحكومية مع مرتكبي الجرائم أو أنهم يعرفون انتماءهم لجهات ميليشيوية لذلك لا يستطيعون ملاحقتهم والقبض عليهم المثير للاستغراب أن بغداد تعتبر من أكثر المدن على مستوى العالم في عدد كاميرات المراقبة ومع ذلك لا يأبه مرتكب الجرائم بها لأنهم يأمنون من المحاسبة في ظل فساد القضاء وخضوعه لسلطة الأحزاب مراقبون أكدوا أن خداع المواطن بالترويج الإعلامي الحكومي عن استقرار الوضع الأمني لن يصب في صالح السوداني بل سيزيد من النقمة الشعبية على حكومته إذ لا يمكن تزييف حقيقة الوضع الأمني للمواطن الذي يعيش الخوف في كل لحظات حياته ولم يعد بمأمن على نفسه وماله تحقيق الاستقرار الأمني أمر غير ممكن في ظل انتشار السلاح المنفلت ووجود ملايين القطع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خارج سلطة الدولة المفترضة